وعدوا المتكررة من قبل الحكومة لتحسين خدمة الانترنت في العراق بيلا أنها لم تشهد أي تطور إيجابي على أرض الواقع ما دفع المواطنين إلى تجديد مطالبهم بتحسين الخدمة وتخفيض إجور الاشتراكات والتي تعتبر الأعلى بين دول المنطقة أو مقارنة مع أقليم كردستان على أقل تقدير الانترنت غالي حالياً بمغداد فول سعر الكارت 35 و 40 خدمة الانترنت في العراق هي غير جيدة وليس بمثالية وأيضاً ضعيفة جداً المبالغ التي تجبى من هذه الخدمة هي مبالغ خيالية بالنسبة لأبناء الشعب العراقي أسباب متعددة تقف وراء تدهور خدمة الانترنت في العراق بحسب مختصين لجنة الاتصالات والإعلام النيابية أكدت أن هيمنة بعض شركات الاتصال على مصادر صنع القرار في وزارة الاتصالات يعد في طليعة أسباب ترد الخدمة في البلد والعائق الأكبر في طريق تطويرها بما طالب نواب آخرون بإجراءات برنامانية عاجلة لحل هذه المشكلة نحن عندنا تلكوات واضحة صارت بالسنوات السابقة نتيجة غياب الرقابة الجدية بهذا الخصوص بهذا القطاع أدى إلى أنه قلت لك تلكوات أو ضعف بتزويد الخدمة أو الانترنت أو التغطية الشاملة لكل أنحاء البلد أما وزارة الاتصالات فقد أعلنت عن استمرار ما يعرف بحملة الصدمة المعنية بملاحقة مهرب ساعات الانترنت والمتجاوزين على الأسلاك الناقلة والتي أطلقت بأمر من القائد العام للقوات المسلحة في حزيران الماضي وأسفرت بحسب الوزارة عن إلقاء القبض على العديد من المهربين وإحالتهم للقضاء وزارة الاتصالات لا زالت مستمرة في عملية الصدمة التي أطلقت في حزيران الماضي كانت بحسب توجيهات دولة رئيس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي تم القاء القبض على عدد كبير من أصحاب الأبراج من أصحاب الشركات المزورة وإحالتهم وفق المواد القانونية التي تنص عليها وزارة الاتصالات وفسق العقود مع هؤلاء بأتمام صورة ورغم مرور نحو عام على إطلاق حملة الصدمة والقبض على العشرات من مهرب السعات في عدد من المحافظات إلا أن خدمة الإنترنت في العراق لم تشهد أي تحسن يذكر حتى الآن ورغم ارتفاع معدلات الإجور التي ينفقها المواطن كل شهر للحصول عليها حيدة الجابر الحرة ترجمة نانسي قنقر